اشتركوا في القناة نادي الأهلي بتتميز بهذا الفصل من بطولة الأفريقية لبطولة للدورة العام مباراة الأخيرة يمكن مباراة فيتا سوق توفيق كبير جدا غامع لعابة النادي الأهلي رغم التحضير الجايد ورغم إضاعة أكثر من فرصة ده أمر أكيد في كرة القدم موجود لكن الرجل بيحاول يتلاشى هذا الأمر بيحاول أنه يتكلم على أهمية أنصاف الفرص لابد من استغلالها مش هجلنا الفرص دي بشكل كبير جدا في كل المباريات مباراة الإسماعيلي القادمة الإسماعيلي عنده طموح كبير رغم ترتيبه في الدورة ورغم الظروف اللي بيمر بها الإسماعيلي لكن مباراة النادي الأهلي مختلفة بشكل كبير أي فريق بيقابل النادي الأهلي عارف أن هي مباراة بطولة بعيدا عن أنه هو بيقابل النادي الأهلي فأكيد طبعا محتاجة تحضير كبير جدا ومحتاجة تركيز من لعابة النادي الأهلي يمكن زيما أنت عارف زميل عمير كانت تدريب خفيف أمس بعد طبعا المباراة الأخيرة مباراة فيتا النهاردة يمكن نقول التدريب القوي أو التدريب جيد جرعة تدريبية كانت جيدة جدا لبيتسو موسيماني النهاردة تجمع الفريد النهاردة 12 دهرا بدأوا بي المسحة الطبية كالعادة طبعا قبل كل مباراة بـ 48 ساعة وإن شاء الله نتطمن على كل لعبتنا غدا إن شاء الله ما يبقاش في أي لعيب يمكن عنده أي أمور تعوق النادي الآلي في مشواره في البطولة المحلية ومنها إن شاء الله للمرحلة القادمة هي مرحلة مباراة فيتا لأكون فيه كنشاسة في الكنغو تدريب النهاردة أمير بدأ واحدة دورا بمحاضرة فنية ما خدتش يعني وقت كتير يعني إيضا نقول 20 دقيقة كانت فيه ملعب مختار التيتش الرجل يتكلم على أهمية المرحلة وأهمية المباراة تركزنا لازم يكون قوي جدا وننسى خلاص مباراة فيتا نركز في مباراة الإسماعيلي مباراة فيتا القادمة يكون لها حسابات خاصة فنيا وإداريا وتنظيميا أو كل حاجة طبعا بالنسبة للفريقة للنادي الآلي نهاردة التدريب من ساعة ساعة 25 دقيقة بالزبط الرجل يشتغل شغل تاكتك كبير جدا حاول إنه هو يأكد في كل مرة على الضغط على تلت الأمام يأكد على إضاءة الفرص الرجل يمكن نهاردة عمل 25 دقيقة أمير على المرمى تصويب على المرمى كرصات على المرمى الرجل بيحاول إن العيبة تحط في كل أوضاع المرمى لكن طبعا زي ما بقولك سوء التوفيق ده هو اللي بيعاند لعيبة للنادي الآلي رحنا أكتر من مرة في المباراة الأخيرة وبأكد على المباراة فيتا لكن لو كان فيه توفيق في الكرة واحدة الأمور كتا تختلف بشكل كبير جدا فبنتمنى إن شاء الله بإذن الله مباراة الإسماعيلي يكون لنا توفيق يعني ربنا يكون معنا طبعا يكون موفق لعيبة النادي الآلي ولعبتنا يكون عندها إصرار أكتر من كده وجدية أكتر من كده أمير الفرص مش هتيجي كتير الجون بيفتح لكن ما بتضيع مرة واثنين وثلاثة يعني اللعيب كده بيبقى عنده إن هي الكرة مش ماشية يعني مش هنكلم على أي لعيب بعينه لكن هنكلم على التيم بشكل عام كرة ما بتعاني شوية ماحتاج بها روح كبيرة ليبتني لو الكرة ما عندها عايزة أكتر شوية عند جزئية إضاءة الفرص وكان أمر واضح كده في المباراة الأخيرة تحديدا في مباراة فيتا كلوب مش بس المباراة الأخيرة على مدار عدد المباريات فيه فرص كتير الأهلي بيضايحها عايزة أتكلم بالتحديد على كيفية تعامل مستر بيتسو موسماني مع الجزئية دي إزاي بيحاول يتغلب عليها وبتكلم بخصوص إيه؟ بتكلم بخصوص تعامله من خلالها على أرض الواقع ومن خلال التدريبات بعد مباراة فيتا كلوب الأهلي اتمرن تدريبين لحد دلوقتي إيه أبرز الأمور اللي قام بيها مستر بيتسو موسماني خلال فقرات التدريب علشان يعالج الجزئية دي تحديداً بالتأكيد طبعاً انت عارف زاميلي عميلي تدريب الأبس كان تدريب بريكاوري طبعاً لعابة النادي الآلي مكادش فيه تدريب بقوي لكن هذا ندروه هو التدريب الأقوى بالنسبة لعابة النادي الآلي الرجل يمكن بداية المران كان كوزء بدني خفيف جداً طبعاً تأهيل كعادي طبعاً أو تدريب خفيف لكن كل المران كان على التصويب على الكروسات يمكن الرجل لعابة النادي الآلي كانت متواجدة فيه لـ 18 إمتى تقطع القريبة؟ إزاي تستغل الفرصة؟ الكرة لو كروس تقطع؟ يعني الرجل بيحاول أن هو يوزع لعابة النادي الآلي لعابة بتحرز وتتقلق النهاردة في التدريب يعني عدد كبير من لعابة الحقيقة ناصر مير نهاردة كان بيظهر بشكل مميز جداً وولتر بوالي نهاردة كمان كان مميز مروان محسن في التصويبات وفي الكروسات وفي الهيدرز اللعيبة واضح أن فيه تركيز كبير لكن بيقول لك ما بيغيب التوفيق وبيغيب كمان الحظ عن بعض اللعيبة بتأثر شوية لكن الرجل بيشتغل واللعيبة بتشتغل وبتكتهد في الملعب الرجل بنظري وعملي بنشوف يمكن الرجل بيوقف في التدريب أكتر من مرة مش في التأسيمة بس لا في التدريب العادي الرجل بيحاول أن هو إمتى نطلع من هنا بيحاول يعد البصات اللعيبة لخط الظهر هيبدأ يطلع ببص قد إيه من الملعب الاسبرنتات اللي بتضغط محمد شريف أجايب والية هتضغطه إزاي إزاي هنقدر نقطع الرجل بيحاول أن هو طبعا يشتغل بشكل كبير مع قراءته الفنية سواء للإسماعيلي أو لفيتا أو أي فريق بيقابل النادي الآلي لكن انت عارف أمير ظروف المباراة بتكون مختلفة بشكل كبير جدا يعني المباراة بتدريب حاجة أو المباراة حاجة لكن التركيز ما بيبقى كبير في التدريب بيبقى عندنا أمل وثقة كبيرة نلعبتنا بالتركيز ده لو نزلت في المباراة وقدت الأداء ده هيبقى الأداء قوي جدا لكن يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الآلي بإذن الله في التركيزه الكبير سواء تدريب اليوم وتدريب الغد مباراة الإسماعيلي مباراة مهمة جدا للعابة للنادي الآلي أكون بروفة قوية ومحتاجة كمان إن الصقة ترجع أمير فاضل أمير الكلمتيني أنت على ناصر ماهر قلت لي أنه هو بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا والنهارده بيتقلق هل ممكن نشوف ناصر ماهر في قائمة الفريق المباراة الإسماعيلية ومن ثم ممكن استعانى به في الرحلة الأفريقية المجبلة؟ بنسبة كبيرة ناصر ماهر متواجد في المباراة الإسماعيلية ومباراة فيتا كلاب ألكنغولي مع أداءه مع شفاءه بالكامل انت عارف طبعا يمكن هو رجع من إصابة لكن واضح خلاص دخل في الالتحامات ودخل في الاشتراكات وبيلعب كمان في التأسيمة فواضح أن ناصر وصل لمرحلة كبيرة جدا تواجده على دكة البودلاء ورقة مهمة جدا لليه قال نادي الأهلي كمان يمكن بأكدلك على محمود متوالي طبعا يعني نتمنى أنه يعود بقى مع النادي الأهلي الفترة القادمة الرجل بيأدي أداء مميز جدا واضح أن الجهزية تدريج أوه بيخش تدريجي فيه التدريبات لكن الشوتينج متواجد الكروسات متواجد الالتحامات متواجد محمود متوالي إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة كده يكون لي دور مع فريق النادي الأهلي لأن العدد كبير لعدد الإصابات اللي كانت موجودة عند النادي الأهلي وعناصر مؤثرة جدا عايز أتكلم كمان على نقطة مهمة جدا أمير وهو علي معلول يعني عايزين نطمم بقى كل جمهور النادي الأهلي على علي معلول يعني شوت كبير جدا في التأهيل ويمكن علي معلول من لعيبة اللي عندها إصرار كبير وعزيمة كبيرة جدا أن هي يكون مع فريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة وتحديدا في مباراة فيتا كلاب الكنغول أنا بقولك يعني إن شاء الله بإذن الله مع اللي إحنا شايفينه ومع الأخبار اللي بنشوفها طبعا من الجهاز الطبي ومع الحالة اللي إحنا بنشوفها لعلي معلول في أداء وتدريبات علي معلول إن شاء الله يكون متواجد في مباراة فيتا كلاب الكنغولي لأكون فيه كنشاس ويكون متواجد مع فريق النادي الآلي في هدية المباراة إضافة كبيرة جدا طبعا لفريق النادي الآلي بشخصيته الكبيرة وقيمته الكبيرة وأداءه في الملعب مع إصابة محمود وحيد عندنا يأزمة شوية في موضوع الباكليفت ده أيمن أشرف كمان نهاردة أمير ما شاركش في التدريب يعني طبعا من طبيب النادي الآلي أحمد أبو عابلة يمكن رجل يشعر بإجهاد لأن أيمن عنده لوت كبير جدا عليه وضغط كبير جدا أو يمكن المساك بتختلف عن الباكليفت شوية لأن موجود الباكليفت بيكون أقوى فلكن يا رب إن شاء الله بإذن الله أيمن أشرف يبدأ يشارك في تدريب الغد ويكون متواجد في مباراة الإسماعيلي ومنها إن شاء الله في مباراة فيتا كلاب ألكنغولي لكل جاهز أمير حالة اللعيب إن شاء الله بإذن الله يكون مطمئنة لفريق النادي الآلي بكرة يكون تدريب زي اليوم النهاردة 12 تجمع واحدة ظهرًا تدريب عن أن يتوجه النادي الآلي إلى الأسكندرية استادة برج العرب استعدادة لمباراة الأهل والإسماعيلي يا رب إن شاء الله كل التمانيات لفريق النادي الآلي في هذه المباراة منتظرين إن شاء الله الأداء الكبير جدا لفريق النادي الآلي ومنها إن شاء الله تدريجان يستطيع النادي الآلي لتصدر بطولة الدوري العام ومنها إن شاء الله الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام بالنسبة للطهر محمد طهر يا كريم فرص لحقه بالمباراة ايه احنا عارفين عنده اجهاد عام ومشاركش النهاردة في تدريبات وكان عنده تدريبات في صالة الجيم. موقف طهر بالتحديد هيكون نعمل ازاي في بورات الاسماعيل? يمكن طهر معندوش اصابة عضلية او اصابة قوية يعني لكن يمكن تعرف طبعا الاجهاد ما بيكون فيه العيب يشتكي من اجهاد بياخد تدريب بسيط جدا لكن طهر يكون متواجد فيه تدريب الغد. يمكن ده اللي بنتكلم عليه على طول طبعا مع الجهاز الطبي دكتور احمد عبلا هل فيه ازمة هل طهر بيشتكي من حاجة? يمكن الرجل بيشعر بيجهاد بسيط فيمكن الجهاز الفني بيحاول ان هو يريحه يتمر ان تبرينا واحدة لان يمكن كل داخل في فورمة المباراة امير يعني اما العب بيغيب وبيبدأ يرجع تاني اه يعني اكيد طبعا كل داخل في فورمة المباراة لكن الحمد لله ما بنطم ان ما فيش اي اصابة عضلية ده امر بيكون مهم جدا ليه لعب النادي الاهلي لان محتاجين المجموعة كلها يعني محتاجين المجموعة كلها تكون فاقة ومركزة ومعنديش اي حاجة معنديش اي اصابات ما يبقاش في اي امور تعوق النادي الاهلي وده اللي بنأكد عليه كل مرة الكل جهاز امير ان شاء الله وتدريب الغد ان شاء الله يكون في فحص طبي سواء لي ايمان اشرف وايضا كمال طهر محمد طهر وباذن الله يشاركوا فيه التدريب بالكامل ويكونوا فيه قائمة مباراة الاهلي والاسماعيل اللي بنتمنى فيها كل التوفيق النادي الاهلي في المباراة القادمة ان شاء الله باذن الله انا بحب استغل تواجدك معي يا كريم في الحياة اتكلم معك شوية بما انك قريب من الفرقة ومتدريبات الفريق فانا عايز اتكلم معك بخصوص الفصل ما بين مباراة الاسماعيلي ومباراة فيتا مؤكد يا كريم مؤكد في تفكير في ازهان اللعبين وفي ازهان العضاء الجهاز الفني بخصوص مباراة فيتا ده بسبب ان الموقف بقى صعب شوية في المنافسة بخصوص التأهل من هذه المجموعة ازاي بيتم التعامل واحنا واثقين انه بقى فيه فصل وكل حاجة بس ازاي بيتم التعامل على الارض الواقع بخصوص الابتعاد عن التفكير في التحدي الافريكي والتفرغ في التفكير في ما هو قادم بتحديد مباراة الاسماعيل يا كريم احكي لنا شوية اللي بيحصل ايه يعني نقطة اكيد مهمة جدا زميل امير انت عارف العيب تلنادي الاهلي مع البطولة الافريقية بالتحديد لازم يكون فيه تفكير مع صعوبة الموقف اغير صعوبة الموقف لكن كمان مع الموقف اللي احنا فيه اكيد لعبة النادي الاهلي واضح جدا ان فيه تركيز كبير سواء على الجانب الاداري اللي بيقوم بيه كابتن ساعد عبدالحفيز فيه اتصالات مستمرة بسفارتنا هناك الملعب هيكون عبارة عن ايه سفارنا هيكون امتى تدريبنا هيكون ازاي واللعيبة كمان اكيد حتى في دماغها ان مباراة فيتا لها حسابات خاصة وحسابات كبيرة جدا لكن التركيز كبير والتركيز موجود في مباراة الاسماعيلي لكن لازم يكون في حيزو لاحزم يكون في تفكير الجهاز الفني بيحضر لمباراة الاسماعيلي وفيتا لان ورده الوقت داقي جدا انت عارف زميلي امير لعب تنادي الاهلي هتخلص مباراة الاسماعيلي يوم الاربع يوم الخميس يكون فيه تدريب ريكاوري الجمعة يكون راحة السبت هيكون سفر كما كان تدريب قبل ملعب ترتان. لوحي طبعا الكاف ليك تدريبين على ملعب الترتان. فاكيد بيتسو مسماني حاطت في الامر ده في دماغه. لان كمان الرطوبة هناك عالية. يعني تنزانيا شوفنا سيمبل تنزانيا الرطوبة كانت عالية. لا الرطوبة هتصل في فيتا كلاب. ممكن انا كنت متواجد في البطولة الاخيرة. واحد وتسعين في المية الرطوبة. فامر صعب جدا مع ترتان. فانت عندك حالتين عايز تتاقلم عليهم. عايز تتاقلم على ترتان. وعايز تتاقلم على الجو العام والرطوبة عالية جدا ودرجة الحرارة. لكن اكيد زي ما بنقول الفصل مهم جدا ومميزات لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني اللي يكون في فصل تام. الفصل مش هيكون كبير. هي ممكن غدا وبعد غدا. ثم خلاص هيكون النادي الاهلي بيفكر مباشرة في مباراة فيتا. لابن اتمنى من العيبة النادي الاهلي ان هي تركز بشكل كبير جدا في مباراة الإسماعيلي. وبرأة يكون لها حسابات كبيرة جدا. هتبقى دفعة كبيرة لعيبة النادي الاهلي ونقدر منها ان شاء الله ان احنا نرسم سيناريو تاني ونرسم خطة جديدة ونرسم دوافع ورغبة كبيرة جدا لمباراة فيتا. وثقاتنا كبيرة ان شاء الله يا امير في العيبة النادي الاهلي. رغم الظروف ورغم كل الامور اللي بتقابل فريق النادي الاهلي في البطولة الافريقية. ان شاء الله بس نتمنى توفير ربنا يكون معنا. وبإذن الله النادي الاهلي قدر يتخطى ويصل لدور ربع النهائي في البطولة الافريقية ومن قبلها ان شاء الله يستطيع ان يفوز على فريق الاسماعيلي واستمر في سلسلة الانتصارات اللي بتسعد كل جمهور النادي الاهلي. زميلنا المميز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وحديثه عن اهم الامور الكواليس اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي للمرحلة القادمة الهمة جدا سواء مبارات الاسماعيلي او مبارات فيتا كلوف. كل التوفيق النادي الاهلي بإذن الله. شكرا يا كريم.